أضرار حيث شبم سامس الاثنين حريق على مستوى مخزن يقع بجوار مستودع للوقود تابع لمؤسسة نفطال بحيث ليلان الحريق مسى نبيب التعبئة والتفريغ بين مضخات الوقود الذي أدى إلى احتراق صهريج لتخزين البنزين وحسب المعلومات المتوفرة لحد الآن فإن الحادثة أدت إلى إصابة تعاملين حدهما بجروح والآخر باختناق أثناء محاولتهم إخماد النيران بالإضافة أيضا إلى خسائر مادية وإطلاف عتاد ووسائل مختلفة تابعة لإدارة المستودع هذا ما أكدته مصالح الحماية المدنية لولاية أضرار لتلفزيون النهار وسنوافقكم بتفاصيل أوفع عن الحادثة في موعدنا الإخبارية اللاحقة